اول رد من وزير التربية والتعليم بشأن تطبيق العتبة الامنة على طلاب الثانوية العامة 2021 تداول عدد من الاخبار خلال الفترة القليلة الماضية حول قيام مزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام العتبة الامنة خلال العام الحالي في نتائج الثانوية العامة وذلك من قبل زيادة عدد الطلاب الناجحين في الثانوية ولرفع نسبة النجاح بين الطلاب وزيادة المؤشرات الايجابية هذه السنة الا اننا من خلال هذا التقرير تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بشأن تطبيق نظام العتبة الامنة بين الطلاب وهل هو حقيقي ام كذب قال شوقي في تصريحات له عبر احدى جروبات اولياء الامور على تطبيق الواتساب ان الوزارة لم تطبق نظام العتبة الامنة في امتحانات الثانوية مؤكدا انه لا تغيير في نظام تصحيح امتحانات الثانوية وتعقد امتحانات الثانوية العامة في هذا العام ورقيا بنظام الباب الشيط بنظام الاسئلة اللي بتعتمد على الفهم وجميع الاسئلة اختيار من متعدد كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا واكدت الوزارة انه سيتم التصحيح الالكترونيا ومن المقرر اعلان نتيجة الثانوية العامة بعد عشر ايام من الامتحان الاخير للثانوية العامة والذي ينتهي اثنين اغسطس المقبل وبيذكر انه قد قال عدد من جروبات اولياء الامور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب ان الوزارة قرارت تطبيق نظام العتبة الامنة في امتحانات الثانوية العامة حيث انه بيتم منح طلاب الثانوية العامة عشر درجات في كل مادة بتضاف لدرجته التي حصل عليها في الامتحان وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تطبيق العتبة الامنة في امتحانات الثانوية العامة لرفع نسبة النجاح بين الطلاب ترجمة نانسي قنقر